عائلة عبدالفتاح السيسي وما لهذه العائلة من حيثية كنها عائلة عبدالفتاح السيسي الحاكم لمصر لكن هذه العائلة يشوبها الكثير من الغموض تعليمات صارمة للألام المصري بعدم الحديث إطلاقاً عن أبناء عبدالفتاح السيسي وعائلة عبدالفتاح السيسي حتى مجرد تداول صور هذه العائلة ممنوع على الرغم من معظمهم شخصيات لها حيثيات في الدولة المصرية خصوصاً الإبن الأكبر لعبدالفتاح السيسي محمود السيسي هذا الرجل الغامض الضابط في المخابرات العامة واللي بدأ في 2014 بردبة نقيب عندما تولى عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر ثم تدرج حتى وصل قبل شهور إلى ردبة عميد على الرغم من أنه مزال شاب دون التقيد بالفرق ودون التقيد أيضاً بترتيب الترقية في القوات المسلحة تردد اسم محمود السيسي كثيراً مع ظهور الفنان محمد علي لسيما بارتباط محمود السيسي بتظاهرات 20 سبتمبر العام الماضي عندما أوكل له صد أو ملف التغلب على هذه التظاهرات وكذلك اختيار النواب وملف الإعلام لا يوجد تقريباً صورة واضحة أو صورة معلومة أو أي معلومات عن محمود عبدالفتاح السيسي إلا هذه الشهادة التي يتم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد حتى من صدق هذه الشهادة والتي تفيد بحصوله على الكلية الحربية في الدفعة 97 حربية وحصل على شهادة باكالوريوس العلوم العسكرية في 227-2003 هذه الوثيقة الوحيدة التي تخص محمود السيسي التي يعلمها المصريين دون التأكد أصلاً من صحة هذه الوثيقة ودون وجود صورة واضحة لمحمود السيسي خلال الأيام اللي فاتت أو قبل يومين تحديداً صحيفة هارتس الإسرائيلية المقربة من النظام الصهيوني أو رئيس الوزراء الصهيوني نشرت تقرير مطول عن تظاهرات 20 سبتمبر الماضي هذا التقرير كان بعضوان السيسي كلف نجله بقامة الاحتجاجات بطريقة لا تفسد الانتخابات البرلمانية تحدثت بطبيعة الحال عن ما حدث في 20 سبتمبر 2019 وما حدث أيضاً في جمعة الغضب الأولى وجمعة الغضب الثانية والأسبوعين اللي فاتوا اللي كان فيهم تظاهرات ضمن ما جاء في هذا التقرير وصف صحيفة هارتس محمود السيسي بلقب اللواء المعلوم عن محمود السيسي أنه تم ترقيته العام الماضي أو نهاية العام قبل الماضي إلى ردبة عميد يبدأ نشطاء الحديث عن هذا الموضوع كيف وصل محمود السيسي إلى لواء على الرغم من أن الصحيفة صباح اليوم عدلت هذا التقرير وحذفت كلمة لواء وقالت العميد محمود السيسي إلا أن نشطاء على مواقع التواصل اجتماعي ما زالوا ما زالوا حتى هذه اللحظة يغردون تحت هاشتاج محمود السيسي منهم شرحبيل بيقول الناس زعلت لما محمود انتصار بقى لواء وما زعلوش لما السيسي اترقص صندوق مصر السيادي علاء بيقول ترقية محمود السيسي لرتبة اللواء يعني رقاه ثلاث رتب كان رائد وفع مين بقى لواء منال أيضا بتقول ترقية محمود السيسي إلى لواء بسوعه تنسوا إنه ما بيحبش الوسطى الصحفي أحمد عبد الجواد بيقول كيف أصبح محمود السيسي لواء وهل هذا تمهيد الطريق إلى وزارة الدفاع في زمن أو في زمان الحكم العسكري عليك إلقاء المنطق في أقرب صندوق قمامة وبكرة تشوفوا مصر بهذه الطريقة تفاعل العشرات على مواقع التواصل اجتماعي عشرات الألاف أقصد في الحديث عن ترقية محمود السيسي هذا الشخص الغامض بما يمتلك من حيثية داخل المخابرات العامة المصرية والنفوذ داخل الملف الإعلامي وكذلك الملف السياسي هو الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي وسؤال الآن لماذا قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن محمود أنه لواء ثم عدلت وقالت أنه عميد فيما حتى هذه اللحظة لم يخرج أي تصريح رسمي عن المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أو المتحدث باسم المجلس العسكري محدش بيكلم المصريين عن أولاد عبد الفتاح السيسي